السلام عليكم ورحمة الله نعمل مع بعض الكبسة السريعة نعمل مع بعض الكبسة السريعة فصين من الحبهين مع معلقة زبدة سننزل عليهم بالتوابل اللمون المغفف ورق لورق أورنفل كاري كوركم بوهراط ننزل عليهم بالفراخ هناخدهم مع بعض تشويحة ضيئة بس على النار وننزل عليهم ببصلة مفرومة ناعم وعليها نص معلقة ثوم مفروم ناعم هنقلبها مع بعض وننزل عليها بمعرقة ثلثة كبيرة واحدة طمطمية مفرومة هنقلب الخليط كله على بعضه مع قرنفلفل حار وملح تقليبة بسيطة وننزل عليهم بالمية المغلية هنزل عليهم بالمية المغلية هنضبط الملح ونشوفها محتاجة أي هنغطي عليها ونسيبها تستوي كده الفراغ استويت هناخدها في صنية في الفرن نحطها تحت الشواية أنا ملستها من فوق الوش بزيد فقط سننزل عليها بالرز البسماتي اللي غسلني وصفيناه ياخده مع بعض غلوة على نار ونوتي عليه لغاية من الرز يستوي في نفس التوقيت هتكون الفراغ خادة لون مكرمل حلو تحت الشواية وهنا بقى ده شكل الكابسة السريعة بتاعتنا بعد ما استويت والفراغ خادت لون جميل تحت الشواية يلا اكتبونا في الكومنتيات وقلونا ايه رأيكم في أكلتنا النهاردة ترجمة نانسي قنقر